بؤرة الصراع تتسع شيئا فشيئا فالشرق الأوسط على صفيح ساخن حكومة الحرب الإسرائيلية تواصل بحث سبل الرد على إيران وهو تصعيد تراه دول المنطقة زلاقا خطيرا قد يشعل فتيل حرب واسعة يتسارع الحراك الدبلوماسي على جبهات عدة وهنا جاء التحذير التركي من أن الدعم الغربي اللامحدود لإسرائيل يعزز رقعة الحرب وينذر باتساع هوتها التطورات المتلاحقة وانعكاسها على أمن المنطقة ستكون في صلب محادثات مصرية تركية مزمعة خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى تركيا بعد يومين فالبلدان يتشاطران الموقف إزاء ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي وفي المقدمة منه إيقاف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سيكون في أنقرة كذلك بعد أيام قليلة حيث تأتي زيارته في وقت بالغ الدقة تراجعت فيه الآمال بانعقاد هدنة طويلة فالتعنت الإسرائيلي والإسرار على حرب غير مسبوقة بأدوات القتل والتنكيل هي أهم أسباب اشتعال التوتر تقول دول المنطقة وهي كذلك ستقود إلى خروج الصراع عن نطاقه إلى ما لا يحمد عقباه فالتماهي الغربي والضوء الأخضر لإسرائيل بلغ مداه وفي أهدافه الكامنة تمكينها من التوسع على حساب الفلسطينيين يوم دعا قادة الحرب الإسرائيليين صراحة إلى طرد الغزيين من أرضهم وهي معادلة تؤكد دول المنطقة أنها لن تسمح بفرضها